اهلا بكم مشاهدين الكرام انا طاهر بركي احييكم وهذه العربية 360 حيث الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه بوتن يندد بعداء الغرب ويناور بمعاهدة نيو ستارت وبايدن يضغط على الجرح سنجعل الناتو اقوى كيان بالعالم وقبيل ايام من ذكر انطلاقة الحرب روسيا امام تحدي صراع العسكريين واوكرانيا تتلمس عودا غربية لم تنفذ رعب في جنوب تركيا من ارض تولد الزلازل وخبراء يحذرون البناء في الموقع نفسه وبالطريقة نفسها سيعيد الكارثة لدينا ايضا المانيا تتوعد ايران بعد الحكم باعدام مواطن يحمل جنسيتها وبلينكين يرمي كرة احياء الاتفاق النووي بملعب طهران ظن انه قوي لكنه واجه ارادة الولايات المتحدة الحديدية هكذا وصف الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومغامرته بالهجوم على اوكرانيا بايدن تعهد من وارسو الحليف الوثيق لواشنطن في عملية التصدي للهجوم الروسي بان لا تنتصر روسيا ابدا في الحرب بل ونكأ الجرح الذي ما يزال يؤلم روسيا الا وهو حلف الناتو اذ تعهد بايدن بعقد قمة للحلف في واشنطن لجعله اقوى كيان في العالم كييف ما تزال صامدة وتشعر بالفخر والكبرياء والاهم انها ما تزال حرة عندما قامت روسيا بشن عملها العدائي كان العالم قد اجتمع ليعيش اختبارا اوروبا والناتو والولايات المتحدة وكافة الديمقراطيات استجابتنا اتسمت بالوحدة وأظهرنا مدى وحدتنا وقوتنا للعالم الرئيس بوتين اطلق دباباته لتجوب مناطق مختلفة من اوكرانيا وكان مخطئا في هذا القرار الشعب الاوكراني تحلى بقدر كبير من الشجاعة الناتو والدول الاوروبية اتحدوا في مواقفهم بدعم اوكرانيا واستطاعت القوات الاوكرانية ان تحرق الدبابات الروسية الناتو ولد من رحم الوحدة تصريحات بايدن اتت بعد خطاب لبوتين اعلن فيه تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيوستارت بشأن نزع السلاح النووي وامر فيه قواته بالاستعداد لتجارب نووية الخبر العاجل قبل قليل عن مجلس الدومة بوتين قدم مشروع قانون لتعليق العمل بمعاهدة ستارت وسنصدر قرارا فوريا غدا الخارجية الروسية انتصت صدمة اعلان بوتين باعلان لاحق عن ان موسكو ستستمر في احترام مستويات ترساناتها النووية بموجب المعاهدة لكن رسائل بوتين لم تقتصر على نيوستارت اذ اكد الاستمرار في تطوير العملية العسكرية في اوكرانيا واتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا وبانه لم يترك لها خيارا غير القيام بعمليتها بوتين اتهم الغرب كذلك برفض الضمانات الامنية التي طلبتها بلاده وقال ان واشنطن والنيتو قاما باعداد اوكرانيا لحرب طويلة الامد الناتو يضم دولا ذات ترسانة نووية ليس فقط في الولايات المتحدة بل كذلك في بريطانيا وفرنسا وجميعها موجهة ضد روسيا يجب ان نضع ذلك في الاعتبار في الظرف الراهن لذلك روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الاسلحة الاستراتيجية والهجومية واذا قامت الولايات المتحدة باجراء تجارب نووية فنحن سنقوم بالمثل اي حديث عن الاخلال بنظام الردع النووي غير صحيح من كييف معنا مراسل العربية حضيفة عادل من وارسو معنا مفاد العربية حسين قنيبر من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمي اهلا بكم جميعا ونحاول ان نتعرف على اصداء الخطابين خطاب بوتن وخطاب بايدن كذلك وابدأ من موسكو مع كاتيا طعمي مرحبا طاهر بالفعل كانت اليوم كلمة الرئيسة الروسية التي وجهها الى الجمعية الفيدرالية كانت بخصصها بالمجمل للعملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو في اوكرانيا طبعا هو برر موقف موسكو من بدء العملية العسكرية وهو ما طبعا دفعه الغرب كما تحدث الى بدء هذه العملية العسكرية في اوكرانيا اما طبعا الشيء الرئيسي الذي تحدث فيه الرئيس الروسي هو الى الشارع الروسي طبعا تحدث عن الوضع الاقتصادي لروسيا والتماسك الاقتصادي على الرغم من العقوبات المتتالية التي فرضتها الغرب على موسكو نتيجة العملية العسكرية تحدث طبعا لطمأنة الشارع الروسي حول عدم انهيار او تماسك الاقتصاد على الرغم من هذا الضغط الكبير على موسكو من جانب اخر طبعا هو اعلن تعليق العمل بمعاهدة ستارت كما تحدث واكد انه لم يوقفها بل علق العمل بها كما قال ان واشنطن دفعت موسكو الى التعليق هذه المعاهدة كان من قبل الوزير الخارجي الروسي سرقي لاظروف بمرارا تحدث عن ان موسكو تمنع من دخول المفتشين الى المواقع الاستراتيجية الروسية بسبب ايضا عدم امكانية تفتيش المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة من قبل الجانب الروسي طاهر الكلمة لحوذيفة عادل الان حول اصداء الكلمتين ايضا حوذيفة تحياتي طاهر يعني اذا سمحت لي ان ابدأ باصداء الخطاب بوتين قبل بايدين فقد علق مستشار الرئيس فلاديمير زيلينسكي على خطاب بوتين وقال ان الخطاب اتى مرتبكا وان الرئيس بوتين كان مرتبكا وان الرئيس بوتين هو الشخص الوحيد الذي لا يحق له الحديث عن القوانين الدولية باعتبار ان الانتحاد الروسي يخرق جميع هذه العراف والقوانين الدولية بحربه على اوكرانيا وبالجرائم والفضائع كما وصفها بادلياك التي يرتكبها الجيش الروسي في اوكرانيا وقال ان الان هناك اهداف واضحة بالنسبة للاتحاد الروسي لجعل هذه الحرب حرب طويلة الامد ولكن قبل ذلك يريد ان يسيطر على كامل الاراضي التي ضمها بالفعل او اراد ضم هذه المناطق وبعد ذلك التحول الى حرب طويلة الامد وحرب استنزاف ولكن الجانب الاوكراني لديها اهداف مختلفة تماما وهي استعادة السيطرة لذلك يحتاج الى الدبابات ويحتاج الى صواريخ بعيدة المدى اما بخصوص خطاب بايدن فلم يكن هناك تعليق بعد الخطاب ولكن كان هناك تعليق في الامور المتعلقة باوكرانيا التي ذكرها بايدن في خطابه الاخير والتي اكد عليها في زيارته الى كييف المتعلقة بمواصلة الدعم لكييف هذا ما شكره عليه القادة الاوكرانيون ابتدام الرئيس فلاديمير زيلنسكي وكذلك مستشاريه ووزير خارجيته بعد ان وصفوا هذه الزيارة بالتاريخية واكدوا على ان الدعم مستمر من الولايات المتحدة الامريكية طاهر حسين قنيبر مساء الخير طاهر كلام الرئيس الامريكي الذي يزور وارسو للمرة الثانية خلال اقل من عام كلامه من هنا والذي انتهى قبل ساعتين هنا في القلعة الملكية في وارسو اثر كثيرا في نفوس المئات من البولنديين الذين حضروا الخطاب صفقوا له طويلا عندما قال ان بوتين سيخسر وان اوكرانيا لن تكون ابدا نصرا روسيا فالوحشية لن تفوز اكثر من عشرين مرة ذكر بايدن كلمة حرية وقال قبل عام كنا نخشى من سقوط كييف التي اتيت منها للتو اليوم قوية وفخورة وحرة قال ان بلاده ستفرض مع شركائها الاوروبيين عقوبات جديدة على روسيا واعتبر ان وقف روسيا غزوها لاوكرانيا سينهي الحرب ووقف اوكرانيا مقاومتها لروسيا سينهي اوكرانيا حسب تعبير الرئيس الامريكي الذي اعتبر ان حلف الناتو هو اكثر حلف مطرابط في العالم وهو اليوم اقوى من اي وقت مضى وارسو للمفارقة طاهر التي كان اسم الحلف الذي ارتبط باسمها مرادفا للكتلة الشرقية المؤيدة للاتحاد السوفيتي السابق كما تعلم حلف وارسو الذي كان خصما لحلف الناتو اصبحت وارسو اليوم مدخلا لحلف الناتو وهي المعبر للمساعدات العسكرية والانسانية الدولية الى اوكرانيا اصبحت رأس حربته حسين قنيبر شكرا جزيلا على تغطية هذا الخطاب التاريخي لبايدن في وارسو وبخصوص كاتيا وحذيفا يبقيان معنا لنتحدث عن ابرز التحديات في كلا البلدين في الفقرة المقبلة شكرا لكم جميعا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة قام الغرب بنقل الاسلحة الى النظام في اوكرانيا من الدفاع الجوي وغيره من الاسلحة الثقيلة حتى انهم حاولوا ان يقدموا لهذا النظام اسلحة نووية اليوم اعلن ان الدعم الذي سنقدمه لاوكرانيا سيتضمن ذخائر واسلحة من نوع هاي مارس وجافلين ورادارات للمراقبة لحماية المواطنين الاوكرانيين من القصف الجوي هناك تغييرات جذرية تحدث في العالم اجمع واحداث تاريخية تحدد مستقبل بلدنا وشعبنا وعلى عاتق كل واحد مننا مسؤولية وللتخلص من التهديدات التي جاءت من النازيين الجدد في اوكرانيا منذ العام 2014 تم اتخاذ قرار بدء العملية العسكرية الخاصة العام الماضي غزو بوتين فشل فقد الجيش الروسي نصف الاراضي التي احتلها الشباب الروس الموهوبون يهربون بعشرات ومئات الالاف ولا يريدون العودة الى روسيا مجموعة فاغنر العسكرية الروسية ربما يقترب مخزونها من الذخائر من النفاذ بحسب تقرير لمجلة نيوزويك المجلة نقلت عن مؤسس المجموعة يافجيني بريغوجين قوله ان الجيش الروسي توقف عن تزويد مجموعته بقذائف المدفعية والسبب العلاقات المعقدة مع المسؤولين الروس ودون ان يحدد منهم اضاف بريغوجين ان المسؤولين العسكريين الروس يتجاهلون مطالبه بل وفرضوا قيودا جديدة على مشتريات المجموعة من الذخيرة كما اوقفت وزارة الدفاع الروسية قدرة بريغوجين على تجنيد السجناء ومنعته من استخدام مناطق تدريب تابعة للجيش كانت قوات فاغنر لعبت دورا محوريا في الحرب في اوكرانيا لكن يبدو انها بدأت تفقد نفوذها بسرعة خاصة مع استبدال عناصر من فاغنر بقوات من الجيش على طول الخطوط الامامية في منطقة دونياتسك اليوم انتقد بريغوجين صراحة وبالاسم وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو ورئيس هيئة الاركان العامة الروسية وقال انهما يحاولان تدمير قواته فيما قد يرقى للخيانة العظمى هذه الانتقادات تأتي فيما تقاتل قوات فاغنر منذ اسابيع عدة في باخموت دون ان تتمكن من السيطرة عليها رغم تقدمها بشكل كبير في محيطها وقد اشارت مصادر مطلعة سابقا الى ان الكريملين ابلغ عددا من الاعلاميين الروس اضافة الى غيرهم طبعا بتفادي الترويج لفاغنر لسيما بعد ان بات لا يمكن التنبؤ بافعال رئيسها يصدر رئيس الاركان ووزير الدفاع امرا بعد امر يمنع تقديم الذخيرة لفاغنر ومساعدتها في النقل الجوي جاءت المعلومات للتو تفيد بانهم رفضوا حتى اندادنا بمجارف حتى لا يتمكن الرجال من الحفر هناك ببساطة معارضة مباشرة ومستمرة وهي ليست سوى محاولة لتدمير ذاغنر يمكن ان يقارن هذا بالخيانة العظمى الان عندما تقاتل فاغنر من اجل باخموت وتفقد المئات من مقاتليها كل يوم هذا احد التحديات التي تقف بوجه روسيا اما في المقابل في معسكر الغرب لم تحصل اوكرانيا بعد على اكثر من نصف المساعدات التي وعدت بها الدول الغربية بحسب تحليل لصحيفة فينانشل تايمز فحتى ديسمبر الماضي حصلت وزارة المالية الاوكرانية على حوالي 32 مليار دولار من اصل 67 مليارا وعدت بها الدول الغربية الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع بنك الاستثمار الاوروبي تعهد باستقديم 32 مليار دولار لم يصل منها الى كييف سوى 19 مليار دولار لكن الاتحاد ادخل اصلاحات على اجراءات الدفع في نوفمبر الماضي واعدا بمساعدة مالية منتظمة بمعدل مليار و600 مليون دولار شهريا بشكل عام وعند احتساب حجم المساعدات العسكرية والانسانية يتخلف الاتحاد الاوروبي عن الولايات المتحدة التي تصدرت تزويد اوكرانيا باكبر قدر من الذخيرة والاسلحة الثقيلة ترجمة نانسي قنقر نعود الى مراسلنا من كياف حذيفة عادل والى مراسلتنا من موسكو كاتيا طعمي وأبدأ معك لو نحاول ان نفهم منك اكثر طبيعة الجدل الدائر في الداخل الروسي حول هذا التحدي الذي يعتبر من اكبر التحديات في الداخل الروسي في اطار الحرب على اوكرانيا وهو الخلافات بين القيادات العسكرية تحديدا ان كان من يخطط او من ينفذ او من يسلح والعلاقة مع فاغنر بشكل اساسي كذلك صحيح طاهر لا شك انه كان هناك مرارا حديث في وسط وسائل الاعلام الروسية عن امكانية وجود خلاف طبعا بين رئيس شركة فاغنر الخاصة ووزارة الدفاع الروسية التي ظهرت مرارا خلال الفترة السابقة من خلال اما كانت عن طريق تصريحات وجهها او انتقاضات وجهها فاغنر الى وزارة الدفاع والى القادة قادة العملية العسكرية هناك وليس لوحده كان هناك طبعا دائما تضامنا من قبل الرئيس الشيشاني مع تصريحات فاغنر التي طبعا ايدها عن وجود هناك خلل في تنفيذ الخطط من قبل القادة الذين تم استبدالهم فيما بعد من قبل وزارة الدفاع الروسية كما شاهدنا في وقت لاحق لتعود الآن من جديد تصريحات فاغنر التي وجهها الى وزارة الدفاع الروسية بانها لا تقوم بتزويد القواته بالأسلحة الكافية للاستمرار بالمعركة على الأرض كما تعلم طاهر أن القوات فاغنر الخاصة كما تحدثت مرارا هي التي كانت في الفترة الأخيرة تتقدم على الأراضي الأوكرانية وهي التي سيطرت على أكثر من منطقة خلال الفترة والتي تسعى للسيطرة على باخموت أيضا لذلك هناك انتقادات كبيرة من قبل فاغنر حتى الآن لم ترد وزارة الدفاع الروسية على هذه الانتقادات التي خرجت طبعا من قبل يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر الخاصة طاهر أما على الجانب الأوكراني فالتحدي الأكبر كما قلنا هو عدم وصول أكثر من نصف المساعدات التي وعدت بها كييف ونطلع أكثر على حقيقة الموقف الرسمي والشعبي الأوكراني حيال ذلك منك حذي فعاد إلى الآن نعم في الحقيقة طاهر إذا بدأنا بالموقف الشعبي فالشعب الأوكراني ممتعد جدا من هذا التأخير لوصول المساعدات العسكرية ولسيما الأسلحة الحاسمة في المعركة هنا نتحدث عن الدبابات وصول الدبابات الآن أوكرانيا تحاول منذ فترة طويلة جدا إقناع الغرب بتقديم هذه الدبابات ولكنهم اقتنعوا مؤخرا بتسليم هذه الدبابات ولذلك لا الجانب الأوكراني كان جاهزا بشكل كامل ولا الوقت في صالح الأوكرانيين في هذه المعركة من الجانب الشعبي هم ممتحدون جدا ويعتقدون أن هذه الأسلحة ستكون حاسمة خاصة في المعركة القادمة التي يتجهز لها الجانبان ويحشد لها الموارد للأوكرانيين يحاولون استعادة طبعا الأراضي التي سيطر عليها الروس الأمر الأكثر تعقيدا هو عملية إدخال الأسلحة ووصولها إلى جبهات القتال تعلم أن الروس يراقبون الأجواء بشكل جيد جدا أيضا تعلم أن في الحرب والاستخبارات على الأرض تعمل بشكل نشط جدا لذلك كانت هناك حملة لو لاحظت طاهر في الفترة الماضية داخل القوات المسلحة الأوكرانية لتطهير القوات المسلحة من أي احتمال لوجود منسوبين أو أشخاص قد تصل عن طريقهم المعلومة إلى الاتحاد الروسي عملية إدخال الأسلحة فيها تعقيد كبير ولكن أيضا من أكبر التعقيدات التي تواجه أوكرانيا الآن هي تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام هذه الأسلحة بعد أن وافق الغرب على تقديم هذه الأسلحة لذلك الآن جاري عملية التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في بريطانيا وقد اليوم زار الملك القوات الأوكرانية التي تدرب في الأراضي البريطانيا وكذلك في بولشا لذلك ينتظر الآن أن تكتب العملية التدريب ثم بعد ذلك يمكن أن يعود الجنود لاستخدام هذه الأسلحة حذيفة كاتيا شكرا جزيلا لكم أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الأمريكية بسبب ما وصفته بتورط الولايات المتحدة في النزاع وتوسيع نطاق انخراطها فيه موسكو طالبت واشنطن باتخاذ خطوات لسحب أفراد وعتاد حلف الناتو من أوكرانيا لخفض التصعيد كما طالبتها بعدم التدخل في أي تحقيق موضوعي حول تفجير خط نوردستريم وتقديم تفسيرات لما لاحقه نقلت وولستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني تشي جينبينج يستعد للقاء بوتن في موسكو في غضون شهور وأضاف التقرير أن الاجتماع سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية كانت الصين انتقدت إرسال واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا واتهمتها بالتربح من الأزمة الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا أمس أعلنت الولايات المتحدة عن 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية ذلك يجعل البعض يتساءل عما تنوي الولايات المتحدة فعله من خلال الادعاء الكاذب بأن الصين تقدم أسلحة تدعي الولايات المتحدة أنها تحفظ على السلام لكنها في الواقع تكسب المال من الأزمة أما الهند فقالت إن علاقاتها مع روسيا تظل مستقرة أعلى الرغم من الاترابات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا وزير الخارجية الهندي سوبرامان يامجي شانكار قال إن بلاده تتمتع بعلاقة جيدة مع القوة الكبرى باستثناء الصين متاهما إياها بانتهاك اتفاقيات إدارة الحدود واعتبر الوزير الهندي أن بلاده اضطرت لنشر أكبر عدد من القوات على الحدود في زمن السلم بسبب التوتر مع الصين أمين عام حلف الناتو يانس تولتنبرغ عبر عن قلق الحلف من أن تكون الصين تخطط لدعم روسيا عسكريا نحن قلقون بشكل متزايد من أن الصين ربما تخطط لتقديم دعم مميت للحرب الروسية فذلك سيكون خطيرا على أمننا وعلى العالم بأسره ويبدو أن القلق بات يتسرب أكثر وأكثر لأوروبا الشرقية فرئيس الأركان تشيكي بات يرى أن احتمال الحرب مع روسيا لم يعد مستحيلا واعتبر أنه إذا اندلع صراع بين الناتو وروسيا فإن تشيكيا ستشارك منذ أول دقيقة مطالبا بالاستعداد من الآن ذكريات الماضي وانعكاساتها على الحرب الأوكرانية دائما ما كانت حديث بوتين هذه المرة صلتت لوموند الفرنسية الضوء على طفولة وشباب زيلنسكي مع الهيمنة السوفيتية على بلدته في أوكرانيا موقف الرئيس الأوكراني من الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا لم يكن يوما وليد لحظة عداء بل تراكم منذ الصغر زيلنسكي الرئيس لم يختلف يوما عن الطفل مواقف عدة رصدتها لوموند الفرنسية عكست تأثير نشأة زيلنسكي على توجهاته وصراعه الدائر مع روسيا مرحلة الطفولة كان عمر الطالب زيلنسكي عشرة أعوام من عام 1988 أثناء الاحتفال بثورة أكتوبر أو الثورة البلشفية أمر المعلم بوقوف الطلاب في ساحة الشعلة الأبدية في بلدته ووفقاً للموند الفرنسية لا ينسى زيلنسكي توبيخه مع زملائه بسبب عدم كي الوشاح الأحمر لمنظمة الشباب الشيوعية مرحلة الشباب في شبابه اعتاد زيلنسكي على الاحتفال أمام النصب التذكاري للجنود الذين حرروا مدينته عام 1944 وفي عام 2023 لم يتغير النصب التذكاري وظلت ذكرى تحرير بلدته من النظام الشوعي ترافق مشواره من الفن إلى السياسة رمزية مسقة رأس زيلنسكي مدينة كريفيريخ كانت مركزاً مهماً للمجهود الحربي أيام اتحاد الجمهوريات السوفيتية وظلت كذلك إلى اليوم فلم يعد زيلنسكي إلى مسقة رأسه منذ بدء الحرب بسبب القصف المتواصل عليها لكل من الرئيسين الأوكراني والروسي مخزون من ذكريات الماضي صور ظلت عالقة في الأدهان وتظهر على السطح كلما اشتدت حدة الصراع الروسي الأوكرانية علي السمان العربية في العربية 360 أيضاً وزير الدفاع التركي يؤكد مجدداً لا نزوح من سوريا باتجاه أراضينا بعد الزلزال أهلاً بكم من جديد أعلنت إدارة الكوارث التركية عن ارتفاع عدد قتل الزلزال إلى 42 ألفاً و310 أشخاص كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد مجدداً خلال تفقده ولاية عثمانيا بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر الضخمة في الأرواح وبإعادة الحياة للمناطق المدمرة خلال عام من جهته نفى وزير الدفاع التركي خلوسي أكار وجود أي حركة لجوء من سوريا باتجاه تركيا منذ وقوع الزلزال وأكد أكار عقب قيامه بجولة تفقدية في المناطق المتضررة بمدينة أنطاكيا أن أكثر من 20 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ وقوع الكارثة نتابع من إدلب الآن مع مراسل العربية محمد الأشقر أهلا بك محمد كيف هو الوضع الآن في إدلب مع تكشف المزيد من الأضرار والخسائر لما حصل في زلزال سادس من شباط فبراير وما حدث بالأمس كذلك أنا ليس لدي صوت نحاول مرة أخرى مع محمد الأشقر مراسل العربية من إدلب عندما يجهز الاتصال نعود إليه إن شاء الله وسنتحدث أيضا إلى مراسلنا من إدلب مسلم سيد عيسى ولكن الآن نتابع فيما لدينا في هذه النشرة فخمسة عشر يوما مرت على زلزال تركيا وسوريا والهزات الأرضية الارتدادية ما زالت مستمرة بشكل دوري حتى الآن لكن ربما تكون هذه هي المشكلة هل كان زلزالا واحدا وهل يمكن اعتبار كل ما حدث مجرد توابع وهزات أرضية الثابت بحسب معهد المسح الجيولوجي الأمريكي أن ما حدث في السادس من فبراير كان زلزالين مختلفين المركز والقوة الأول في غازي عنتاب والثاني في قهرمان مرعش وهذا ما ذهب إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين أكد أن تركيا شهدت زلزالين وأنهما كانا بقوة القنابل الذرية جميع علماء الزلازل اتفقوا على أن الزلزال الأخير كان من أقوى الزلازل التي حدثت في العالم وقدروا قوته بقوة مئات القنابل الذرية نحو 13 ألف جريح يتمثلون للشفاء في المستشفيات يعتبر حجم وشدة الزلازل ومدى تدميرها ظهرة طبيعية استثنائية أتمنى الرحمة لكل القتلى الذين يبلغ عددهم خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر من مواطني بلدي وأتمنى شفاء المصابين الذين تم إنقاذهما الذين يبلغ عددهم مئة وخمسة آلاف وخمسمائة وخمسة جرحا وبالأمس عاودت الأرض التركية الكرة عدم الاستقرار هذا ينذر ربما بكوارث أخرى مقبلة قد تكون تمهيدا لزلزال أكبر ما نشر موجة من الرعب من الترقب خصوصا في تركيا وسوريا فيوم أمس المئات من السكان في الدولتين وأيضا في لبنان افترشوا الساحات العامة والشوارع خشية سقوط المباني عليهم مع تكرار الهزات الأرضية في تركيا دعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية المواطنين وهي أفاد دعتهم لتجنب دخول مساكنهم المتضررة مع تواصل خطر الهزات الارتدادية التي قد يتجاوز بعضها خمس درجات على مقياس رختر لكن هل ما حدث في تركيا أمر شائع؟ الزلزلان الكبيران الذين ضربا تركيا وسوريا قبل أسبوعين كانا شديدين وكان من المتوقع أن تتبعهما هزات ارتدادية ربما تمتد لأيام أو لأسابيع وحدث الزلزلان من مركزين ومن فوالق زلزالية مختلفة وبفارق تسع ساعات فصلت بينهما أما زلزالا يوم أمس فضرب الأول محافظة هطاي الأكثر تضرران من الزلزال الكبير وأعقبه زلزال آخر بعد ثلاث دقائق ضرب مدينة السويدية الساحلية بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية فماذا يحدث عندما يضرب الزلزال وكيف ينتقل من مكان لآخر ونركز هنا على تركيا وجوارها الزلزل الماضية حدثت في فالق شرق الأناضول وفي صفيحة الأناضول التي تحاذي الصفيحة العربية وتتعامد على صدع البحر الميت ولعدم اتصال الفوالق ببعضها بشكل مباشر فعندما يحدث الزلزال يؤدي هذا لحدوث خلخلة في الفوالق المحيطة لينتقل الضغط من فالق لآخر ما يقود لحركة غير اعتيادية للقشرة الأرضية هذا الضغط المتنقل من صفيحة أرضية إلى أخرى يحدث العديد من الهزات الارتدادية التي تستمر إلى حين استقرار الضغط بين الصفائح وتوقف حركة الفالق ونتابع في الشرح بعد أن أثار الجدل بتوقعاته في السادس من فبراير بتوقعاته حول الزلزالين في السادس من فبراير عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس ليثير الرعب فبعد زلزالي الأمس غرض ليلفت النظر نظر متابعيه إلى تغريدة سابقة له توقع فيها حدوث زلازل جديدة في المنطقة بين العشرين والثاني والعشرين من فبراير أي الآن بل إن الظروة قد تكون غدا بحسب توقعاته لكن هوجربيتس لم يعد بمفرده فكثير من علماء الزلازل باتوا يتوقعون زلزالا هائلا قد يضرب اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا خلال السنوات المقبلة في فترة ربما لا تتجاوز عام الفين وثلاثين وجهة أخرى للزلازل تحدث عنها عالم الزلازل التركية ناجي جرور وقال إن الخشية تسود من أن تضرب زلازل أدنى وقبرص ودع السلطات التركية إلى عدم الإسراع في إعادة الإعمار إلا بعد فترة من الوقت بسبب استمرار توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة ينضم إلينا متابعة لهذا الموضوع الأستاذ في علم الجيولوجيا سامير زعطيتي أهلا بك معنا أستاذ سامير في العربية 360 وأنا أريد أن أبدأ معك بإعادة الأسئلة التي ذكرناها في الشرح أولا الفرق بين الزلزال والهزة وكيف نميز بين ما كان بالأمس هزات ارتدادية للزلزال الكبير أو زلزالا أو زلزالين جديدين يعني الكلام الذي تفضلت فيه كتير مهم شكرا ولكن يعني ما هو مصدر الزلازل ليش ليش بيصير زلازل يتكلمون عن عن صفائح تتحرك طب من الذي يحرك هذه الصفائح الحركة تحتاج إلى طاقة ما هي الطاقة هون كل العلماء اللي بيحكوا وبيحكوا على وجه الأرض وبيحكوا على إشياء ما لها علاقة بالحركة الكوكب الداخلية حركة كوكب الأرض الداخلية أو الجيوديناميك أنتام أنتام يعني داخلي بالنسبة لسطح الأرض هم يتكلمون عن إشياء تحدث على سطح الأرض وهناك هناك فرق كبير يعني ما يحدث تحت تحت سطح الأرض لا علاقة له لا بأقمار ولا بشمس ولا بنجوم ولا بسدود ولا بأي شيء هناك عالم آخر تماما مختلف بدأنا نكتشفه من منتصب القرن الماضي كيف نستطيع نكتشف ما يوجد في مركز الأرض لا نستطيع الولوج مباشرة لهناك أكبر أكبر أعمى قبير هو 12 كم عملته بروسيا كيف نعرف بطريقة غير مباشرة هناك زلازل تخترق الكرة الأرضية من جهة إلى الجهة المقابلة هذه الموجات الزلزلية لأنها تخترق الصخور تختلف سرعاتها حسب أنواع الصخور التي تخترقها وهناك موجة زلزلية لا تسير في السوائل تظهر بالمناطق الصلبة وتختفي هناك موجات تمر بالسوائل وفي كل شيء علم الزلازل تطور من خلال دراسات حتى لتسجيلات زلزلية قديمة وعيدة النظر فيها وعيدة دراستها وأصبحنا نعرف تماما ماذا يوجد في باطن الأرض وما هي القوة القوة المحركة للصفائح التكتونية التي نتكلم عنها وهي متحركة مهم جدا هذا الشرح ونعرف لماذا تحدث الزلازل لماذا تحدث الزلازل نعم إذا كان عندك متابعة فيما كنت تقول وتفضل بس يعني كسبا للوقت معك لكي نستفيد من وجودك أعود إلى نعم إذا كان فيه جواب واضح على السؤال هل يمكن أن نعرف تماما إذا كان ما حصل هزة ارتدادية أو زلزال جديد كيف يمكن أن نفرق وإلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك نعم هناك مراصد هذا المرصد يعتمد على نحن نسميه سيسموغرب سيسموغرب شو هو جسم صقيل متدلي وفيه بنهايته قلم يرسم على ورق يتحرك بسرعة محددة هذا الجسم الصقيل عندما يحدث الزلزال فهو يرسم هذه التموجات على ورق هناك منه نوعين منه من يعمل بشكل أفقي ومنه من يعمل بشكل عمودي نعم فهذه التسجيلات مثل ضربات القلب التي نسجلها نعم هذه تسمح بمقارنة هذا الزلزال وذاك الزلزال فعندما يحدث الزلزال يسجله المرصد هذا الزلزال جديد وثلاث أربع مراصد حوالي الموقع الزلزال الجديد هذا الزلزال حدث هنا المرصد سجله بعد خمس دقائق سجله بالساعة الفلانية يعني فينا نقيس قديش السرعة وأنت وصله والمرصد الثالث والمرصد الرابع في التقاطع هذه المعلومات تسمح بتحديد موقع الزلزال بالفعل موقع الزلزال بالفعل هلأ التسجيل الزلزالي بالموقع هذا التسجيل يسمح برؤية التباعدات بين الخطوط تمام ويسمح بأخذه إلى مقياس ريختر يعني زلزال الذي فيه تباعد هالأد كبير وزلزال هالأد وزلزال كل قياس هذه الوحدة التي نراها على التسجيل يسمح بتقدير مدى الطاقة التي أدت إليه إذا ما عندي تسجيل بالمرصد ما عندي تسجيل هذا هذا جيء ارتداد إذا ما في تسجيل بالمرصد تكون ارتدادية وإلا بيكون زلزال مؤكد بحسب طبيعة الرصد التي تحدثت عنه عظيم هذه إجابة وافية مع ثلاث موجات وصلت هذه إجابة وافية اللي يقولون هوغر بيت طبيعي يعني عادي التوقع بهالمجال وأنه يحدد من 20 إلى 22 فبراير وأنه ممكن في 22 تكون الظروة أو هو غير طبيعي في علم الجيولوجيا خاصة بموضوع الزلازل أخي هوغر بيت يقولون عالم هولندي هو عالم عالم بشو منه جيولوجيا ولا إيدرو جيولوجيا ولا عنده مختبرات ولا حدا سامع عن أشغاله أو أعماله البحسية أو إلى آخره فهو عالم بشو هو يقول بأن النجوم وهذا هي التي تحرك الصفائح التكتونية الشمس لا تحرك صفائح التكتونية سقيلة موجودة على سطح الكرة الأرضية يعني قارة أفريقيا يقول كيف بدأ الأمر الشمس تجي تحرك يعني لو فيها تحرك شي الشمس تتحرك للغلاف الجوي أو الكتلة المائية الموجودة هناك فكلامه لا لا يستقيم ولا بأي شكل مع علوم الجيولوجيا أنه هناك كل شيء على سطح الأرض هو مختلف تماما عن ما يوجد تحت باطن الأرض ما يحرك باطن الأرض هي المواد النووية الملتهبة المشتعلة التي تنتج طاقة حرارية رهيبة التي تنتج صهارة متحركة تتحرك الصدام بين هذه الكتلة المائية السائلة المتحركة مع الصخور تنتج موجات زلزالية ثلاثة أنواع من موجات زلزالية التي تخرج من مكان الاستدام لتصل إلى سطح الأرض بين الصفائح بالفراغات الموجودة بين الصفائح أو عبر الكسور الكسور لا تنتج زلازل الكسور هي نتيجة لمرور موجات زلزالية عبر الصخر وممارسة الضغط الضغط هو الذي كسر الصخر وبيّن الزلازل وبيّن الفوالي هذا تعتبره طبيعي حضرتك وقد يستمر ويجب أن يتأقلم الناس مع ذلك بحكم طبيعة المنطقة التي يعيشون فيها الشيء المستغر الشيء الذي لقيته شوي الطاقة الرهيبة التي خرجت بالزلزال الأول الذي حدث وليه تقول أنه زلزالين من 6 فبراير في مراصد لقيت لقيت أنه في مركزين في مركزين طلع منهم الطاقة هذه طلعت من محلين بغازي عنتاب وبيّ الثانية وفي مسافة بينهم فهناك مخرجين يعني مستبيعي الطاقة رهيبة مختزنة موجودة موجودة هذا شيء جديد والقوة الزلزال يعني قوة 7.7 مقياس الخضر شيء جديد يمكن على الساحة التركية التي هي نشطة الزلزالين ولكن لم تصل إلى هذا الحد والشيء الآخر هذا أنه بعد فترة لا أدري كم يوم طلعت الزل الهزتين تعولوا البارحة صحيح الهزتين الجديد اللي طلعوا ولو أقل أقل حدة من الزلزال الأول هذا يعني أن هناك بقايا من الطاقة التي خرجت تأخرت في الخروج وربما في هذا شيء جيد لأنه الزلزال الأول مع كل الدمار اللي سر سمحت الفترة الزمنية سمحت لعمال يغاسة يعني إنقاذ الناس وإنقاذ تساؤلات عندك من حيث قوة الزلزال الأول حجم الطاقة وخروج الموضوع من مركزين نعم هالمرة صار من أربع مراكز يعني هذا زلزالين جديد كمان صار أربع مراكز إنه مش شيء غير مألوف مش إنه غير طبيعي ما نراه شيء طبيعي الأرض تخرج الطاقة الموجودة المحتبسة فيها وأخرجتها وارتاحت لأن بقاء ستنتظر الفرصة لترجع وتنفجر من جديد تمام بعد الانفجارات والهزات والزلازل مفروض ترتاح الأرض ويلزمها وقت قويل لا أدري كم حتى ما حدب يعني هون ياريت المراسد تجي تقول آخر زلزال صار بهذه المنطقة أي سنة ونشوف هذا الزلزال على نفس القط الزلزالي طبعا الأناضول أنه فيه زلزال سبعة أو شي أنت حدث هذا هذا حدث بسنة كذا من سنة كذا لسنة كذا فينا نعرف تقريبا قديش الوقت حتى تتجمع الطاقة من جديد وحتى ترجع تطلع وتنفجر شكرا جزيلا هذا الميكانيسم الذي له أساس علمي تمام الذي له أساس علمي علم الزلازل المتطور وعلم الجيولوجي كير متطور تمام أنا أشكر وجودك معنا أستاذ سامير زعطيتي الأستاذ في علم الجيولوجيا من بيروت تحيات إليك أفدت مصادر للعربية بأن أهداف الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا شملت مستودعين يعودان إلى علي عساف الناشط السابق في حزب الله وقاعدة لوجستية تابعة لفيلق القدس بالإضافة إلى مستودع كبير يحوي أدوات هندسية يستخدمها فيلق القدس نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينة بيربوك بحكم إيران بالإعدام بحق الإيراني الألماني جمشيت شارمهد ووصفته بغير المقبول وتوعدت بيربوك برد قوي إن مضت تهران في تنفيذ الحكم وكان القضاء الإيراني دان شارمهد بما يعرف بتهمة الفساد في الأرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان تهم إيران بالضلوع في محاولات اغتيال معارضين لنظامها بالخارج لقد رأينا القمع المتجدد في شوارع إيران ضد بعض المواطنين لمجرد محاولتهم التعبير عن آرائهم ونرى أن إيران تقوم بمؤامرات لاغتيال أولئك الذين يعارضون النظام في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة ما زلنا نعتقد أنه فيما يتعلق بالبرنامج النووي فإن الطريقة الأكثر فعالية واستدامة للتعامل مع التحدي الذي يفرضه هي من خلال الدبلوماسية لكن في هذه اللحظة فإن هذه الجهود متراجعة لكن الباب مفتوح دائما أمام الدبلوماسية للمضي قدما وهذا يعتمد على ما تقوله وتفعله إيران وما إذا كانت تشارك أم لا في العربية 360 أيضا في إيطاليا يقل الطلب على القوارب فقد صارت البحيرات تقطع مشيا أهلا بكم من جديد وزارة الدفاع الروسية الروسية تنفي أنها تحد من إمدادات الذخيرة للمتطوعين على الجبهات القتالية دون أن تذكر فاغنر بالاسم إذن هذا رد من وزارة الدفاع لنقطة جدلية بعد انتقادات فاغنر وبريغوجين القاسية بحق وزارة الدفاع أوضعت السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرص المملكة ودعمها المتواصل لمساندة الشعب اليمني تنمويا واقتصاديا وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تؤكد وقوف المملكة الدائم مع اليمن حكومة وشعبا وأنه من المؤمل أن تصهم في تعزيز القدرات بمجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي من جهته عبر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليم عن شكره للسعودية بعد إيداعها مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني وقال إن السعودية صاحبة رؤية مسؤولة تجاه اليمن ولطالما ساندت اقتصاد اليمن وخففت من معاناة شعبه أيضا أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بالوديعة السعودية مؤكدا أنها ستدعم جميع مؤسسات الدولة اليمنية وعضف عبد الملك في تصريحات للعربية أن الوديعة السعودية ستصهم في تحقيق الاستقرار النقدي وستدعم قدرات البنك المركزي وعشار أيضا إلى أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في ظل التهديدات الإرهابية للميليشيات سورة اليوم من هطايا التركية تجلس النساء في انتظار أن يكمل الرجال المهمة جمع ما يصلح من أثاث ومتاع لأن القادمة لن يكون سهلا توفير منزل جديد في منطقة لم يبقى فيها الكثير من المنازل أو الانتقال لمنطقة أخرى تكون فيها الأرض أكثر استقراراً تجلس النساء في شروض يسترجعن السيناريو المؤلم كيف تغيرت الحياة بدقيقة واحدة يتمنين لو عاد الزمن قليلاً للوراء إلى السادس من فبراير قبل الزلزال وسكن هناك في تصريح اليوم السراع في أوكرانيا كلف الاقتصاد العالمي 1.6 تريليون دولار في عام 2022 التصريح هو لمعهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية والذي توقع أيضاً أن يكلف السراع في العام الحالي تريليون دولار أخرى والأسباب عديدة منها انخفاض الانتاج وتعطيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وما تبعها من دورة جديدة في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية والأسوأ من هذا كله اللامؤشرات حتى الآن على نهاية هذا الصراع وإنما بات الحديث عن مخاوف من توسعه أما فيديو اليوم فكابوس الجفاف الذي يعود إلى إيطاليا بعد أن انخفضت المياه في بحيرة جاردا شمال البلاد إلى مستويات قياسية يتذكر الإيطاليون ما حدث في الصيف الماضي مع موجة جفاف كانت الأسوأ في سبعين عاما وبات لسان حالهم يقول الجفاف يلاحقنا صيفا شتاءا وما كنا نحتاج لقوارب كي نعبره سنجتازه مشيا إلى سهايب شرير معه أخبار الساعة الآن ماذا لديك؟ مساء الخير سهايب مساء الخير طاهر لدينا مزيد من المتابعة حول مآلات الصراع في أوكرانيا خاصة في ظل التصعيد بين بايدن وبوتين وكذلك ما بعد الزلزالين الجديدين في جنوب تركيا إليك تفضل شكرا لك